طبعا أيها الأحبة أنا لدي هنا لدي هنا يعني فيديو لطيف أحببت أن أتحدث عنه وهو يتعلق ب الأمواج العميقة الأمواج العميقة هنا سأقوم فقط بعرض هذا الفيديو الأمواج العميقة التي اكتشفت حديثا هذه الأمواج حقيقة يعني مذهلة الأمواج العميقة هنا طبعا سأشغل الفيديو أيها الأحبة هذا مضيق لوزون في منطقة قريبة من الصين لوزون ستريت مضيق لوزون هنا في قرب تايوان ويظهر لنا هنا صورة 3D كلها صور 3D هذه أحبتي في الله تظهر لنا كيف أن اللون الأحمر هنا شكل الأمواج طبعا كله 3D يعني صور ولكن ناتجة عن قياسات دقيقة أمواج عميقة جدا انظروا ترتفع لأكثر من 500 متر ارتفاع الموجة بحدود 500 متر هذه اللوحة رسمت من قبل علماء الغرب ليسوا مسلمين أيها الأحبة رسموا هذه الأمواج التي نراها أمامنا ترتفع يقولون ارتفاع ناطحات الصحاب وأعنف من الأمواج التي تظهر على السطح بعشرة آلاف مرة هذه الأمواج أيها الأحبة أحبة في الله دقيقوا معي الأمواج هنا التي رسموها على الكمبيوتر باللون الأحمر ترتفع لأكثر من أكثر من 500 متر وقوة هذه الأمواج قوة الدفع لهذه الأمواج أكثر بعشرة آلاف مرة من الأمواج السطحية لذلك يفكر العلماء اليوم باستغلال طاقة الأمواج العميقة طاقة هذه الأمواج لأنها تولد طاقة ربما تكون أهم من الطاقة الشمسية وأهم من طاقة النفط طاقة الأمواج العميقة مدمرة بالفعل التسونامي ينشأ من أعماق المحيط على فكرة طاقة التسونامي مدمرة لو تم استغلال طاقة الأمواج العميقة لحصلنا على كميات هائلة من الطاقة المجانية والرخيصة والآمنة والتي لا تلوث البيئة ومجانا العلماء يعملون اليوم على هذا الأمر ولكن هناك صعوبات في إنزال أجهزة إلى عمق 5000 متر عملية صعبة جدا ربما في المستقبل يتم حلها الآن أيها الأحبة أنا لدي هنا آية سأعود معكم إلى برنامج إحصاء القرآن طبعا أحب دائما أن أستعرض الآيات لكي نتأمل نتدبر النظر للقرآن عبادة أحبتي في الله أنت عندما تنظر في كلام الله سبحانه وتعالى هنا أنا لدي كلمة كلمة لجي ذكرت مرة واحدة اللجي هو البحر العميق مرة واحدة فقط ذكرت في القرآن الله تبارك وتعالى يقول أو كظلمات أحبتي في الله دقيقوا معي في بحر لجي أي عميق مظلم يغشاه موج إذن بحر عميق يغشاه موج طيب الأمواج رأيناها باللون الأحمر يرسمها العلماء الآن رأيناها وهذه من جامعات غربية عالمية ودراسة أجريت في مضيق لزوم بالقرب من الصين وتايوان طيب من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوجود بحر عميق يغشاه موج وصف دقيق دعوني أعود للوحة أعرضها أمامكم فقط لكي نقارن ونتأمل ونتدبر كلام الخالق عز وجل وكلام وأن هذا النبي لا ينطق عن الهوى أنظروا أيها الأحبة هنا هنا رجاء أن دقيقوا هذه الأمواج في البحر اللوجي بحر عميق أنظروا كيف يرسمون هذا البحر وهذه الأمواج أنظروا كم ترتفع 500 متر هنا هنا أيها الأحبة هذه ارتفاع الموجة 500 متر وهنا طبعا عندما ننظر من الأعلى نرى هذه الدوائر هذه الدوائر هي إشارات لوجود هذه الأمواج العميقة عندما ننزل إلى أسفل بالغواصات إلى أسفل المحيط إلى آلاف الأمتار نرى أمامنا أنظروا بحر لجي يغشاه موج بحر لجي يغشاه موج طيب هذا الموج يعني اليوم نرى هذا لا نستغرب طيب كيف ورد ذكره في القرآن العظيم والنبي لم يركب البحر ولا مرة في حياته بالله عليكم يعني أنا أتساءل بالنسبة لأولئك الذين لا يقتنعون بالإعجاز العلمي كيف يحدث هذا إذا انظروا أحبتي عندما وضعنا هذه الصورة ورأينا البحر اللجي العميق ورأينا الموج الذي يغشاه هنا هنا هذه مرسومة باللون الأحمر هنا حدود الموجة انظروا هنا حدود الموجة هذه باللون الأحمر هنا أحبتي في الله هذه حدود الموج هنا البحر اللجي هنا في الأسفل يغشاه موج يغشاه موج هذا هو الموج ثم يقول لك طبعا سنعرض الآية من جديد لكي نقارن بين ما نراه في الكون وما نراه في القرآن تطابق تطابق كامل هنا الله تعالى يقول أوك ظلمات في بحر لجي يغشاه موج طيب من فوقه موج إذن هناك موج في الأسفل ومن فوقه موج من فوقه سحاب إذن هناك أمواج عميقة ثم أمواج سطحية ثم السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أحبتي في الله والله لو جلسنا وتأملنا فقط آيات الماء في القرآن وآيات البحار لا ننتهي ولكن هنا نأخذ عبرة ونأخذ ومضة علمية وإيمانية نرجو أن نستفيد منها طبعا موسيقى